موسيقى هيا نقرأ السلام عليكم ومرحبا بمنتتبعي قناة هيا نقرأ وحصة جديدة من المنيري في التربية الإسلامية للسنة الثالثة من التعليم الإبتدائي والصفحة 17 التزكية العقيدة الله خلقني وأحسن صورتي الخالق المصور الأهداف أن أتعرف أن الله خلقني في أحسن صورتي الحصة الأولى أولا أتأمل وأفكر شاهدت شريطا وثائقيا حول أطوار خلق إنسان فتساءلت كيف سوى الله خلقي لعندنا هنا صورة لجنين في بطن أمه وهنا رديع صورة عبارة عن رديع الآية الكريمة قال الله تعالى إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا صورة الإنسان الآية إِنَّانِ انطلاقا من الآية والصورتين أبين صنع الله في خلق الإنسان وإجاب عن هذا السؤال بداية صورة الإنسان تصف شأن الإنسان منذ قديم الأزل حيث مضى كثير من الوقت قبل أن ينفخ فيه الله جل وعلا الروحة ولم يكن هناك أي شيء على الأرض يذكر ومن خلال السورتين والآية الكريمة فالأمشاج هنا تأتي بمعنى النطفة التي تنتجه من اختلاط مياه الرجل والمرأة والذي يشكله الله سبحانه وتعالى ويجعل له السمع والأبصار وذلك لحكمته جل وعلا لكي يستمع الإنسان إلى القرآن ويرى الدلائل الكون من حوله ثانيا أتعرف عظمة الخالق المصور أتدبر الآية وأعبر عما تدل عليه قال الله تعالى للإجابة عن هذا السؤال تعبر الآية عن يا أيها الإنسان المنكر للبعث أفي شيء غرك بالإشراك بربك الكريم الحقيق بالشكر والطاعة فهو الذي خلقك فجعل أعضاءك سوية سليمة وجعلك متناسق الأعضاء وكذلك في أي صورة شاءها سبحانه وتعالى خلقك وتدل على عظمة الخالق في الخلق والقدرة عليه وأنه ركب الإنسان لأداء وظائفه أنظر في المرآة وأرى كيف سوى الله هيئة وشكل أعضائي أذكر الأعضاء التي تسين وجهي وأحدد وظيفتها للإجابة عن هذا السؤال أحمد الله الذي سوى هيئتي وشكل أعضائي وجعل لكل عضو وظيفته وهذا من فضله وإحسانه علي فالعينين أرى بهما والأدنين أسمع بهما ولساني أتكلم به وأتدوق به الطعام وأنف الذي أشم به وأميز الروائحة وكل هذه الحواس من نعمه عز وجل ثالثا أتعرف أسماء الله الحسنى الخالق المصور الخالق الذي أخرج جميع المخلوقات من العدم إلى الوجود المصور مبدع الصور المختلفة بعد الخلق أقرأ الآية تمانية وتسعة من صورة البلد التي درستها في السنة الماضية وأستخرج منها ما يدل على إسمي الله تعالى الخالق المصور أبين قدرة الله في الجمع بين الخلق والتصوير ولإجابة عن هذا السؤال من خلال الآيتين ثمانية وتسعة من صورة البلد قال الله سبحانه وتعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين من خلال هاتين الآيتين يتبين لنا قدرة الله على الخلق والتصوير حيث خلق لنا عينين وصورهما في أبهى صورة كما خلق لنا لسانا وشفتين وسواهما وصورهما في أحسن صورة كذلك هذا يدل على عظمته وجلاله وحكمته في الجمع بينهما أستنتج أن غاية خلقي هي عبادة الله وتسبيحه إذن الغاية من خلقنا أو من خلق الليلنا أن نعبده ليلا ونهارا وبكرة وأصيلة وأن نسبحه صباحا وعشية وليلا ونهارا كذلك لإذن لنعبد الله ونسبحه ونحمده على فضله وأحسانه الحصة الثانية أولا أقوم تعلماتي أتأمل قول الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صورة التين الآية أربعة وأعبر عن تناسق الأعضاء في جسمي إذن من خلال قوله عز وجل قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صورة تين الآية أربعة فالله سبحانه وتعالى سوى خلقنا وأحسن تقويمه وناصق بين أعضائه بدءا بالرأس والحواس واليدين والجسد والرجلين ورتب ذلك لحكمة منه ثانيا ألتزم بقيم الدرس قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإب لكيف خلقت سورة الغاشية الآية سبعة عشر أذكر بعض مظاهر الإختلاف بين الإنسان والحيوان في الخلق والتصوير مظاهر الإختلاف بين الإنسان والحيوان في الخلق والتصوير تتجلى في الشكل أولا فشكل الإنسان سوي وبايي وله حواس يشعر بها وله عقل يفكر به وشكله جميل أما الحيوان فشكله مختلف تماما وليس له حواس كالإنسان فحواسه حواس حيوانات وشكله غريب ولا يملك عقل يفكر به سؤال موالي ماذا أردد طاعة لله حين أرى قدرته في الخلق والتصوير إذن طاعة لله حين أرى قدرته في الخلق والتصوير أردد عدة مرات سبحان الله سبحان الله سبحان الله والسؤال موالي أبين مظاهر تكريم الله للإنسان ثم السؤال الآخر ما واجب نحو خالقي ومصوري إذن مظاهر تكريم الله للإنسان تتجلى في العقل فهو نعمة كبيرة نعمة حواس جعله سميعا بصيرا خلقه فسواه وأحسنت قويمه وميزه عن باقي المخلوقات بالنسبة إلى سبع سؤال آخر من واجب نحو خالقي ومصوري تقديره وتعظيمه واحترامه والسجود له والتسبيح له فسبحان الله خالقي وسبحانه مصوري أعبده عبادة دائمة وأسبحه بكرة وأصيلة وليلا ونهارا ثالثا أعتقد وأبادر اختلاف الناس في اللون والهيئة والجنس دليل على قدرة الخالق المصور أبين كيف أتعامل مع من يختلفون عني في اللون والهيئة والجنس إذن للإجابة عن هذا السؤال الله خلقنا جميعا وهناك بعض الاختلافات بيننا وهذا من حكمته وقدرته على الخلق والتصوير ورغم الاختلاف الواضح بيننا في اللون والهيئة والجنس يجب علينا احترام بعضنا البعض ولا نميز الآخر عننا أو نشعره بالاحتقار أو الدنيا بمجرد أنه مختلف عننا باللون أو الهيئة أو الجنس لأنه لا فرق بيننا إلا بالتقوى رابعا أردد وأحفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي حسنا خلقي وخلقي إذن لنردد هذه المقولة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نلال التواب منها عند الله سبحانه وتعالى ننتقل الآن إلى الصفحة 18 التزقية القرآن الكريم سورة الانفطار تتمى لسورة الانفطار من الآية 13 إلى 19 الأهداف أن أردت إلى الآيات وأتعرف معانيها وأحفظها أن أتعرف جزاء الطائعين ومصير العصات في الآخرة أن أدرك أن ما ينفع الإنسان يوم القيامة هو عمله الصالح الحصة الأولى أتساءل من ينفع الإنسان يوم القيامة أبوه أو أمه أو ماله إذن سنرى هذا من خلال هذا الدرس أولا أستمع بخشوع ثم أرتل محاكيا قراءة الأستاذ أو الأستاذة بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم ثانيا أتعرف معاني بعض الكلمات إن الأبرار لفي نعيم إن المؤمنين يتنعمون بنعيم الجنة وإن الفجار لفي جحيم إن مصير الفجار نار جهنم يصلونها يوم الدين يحرقون بالنار يوم القيامة وما هم عنها بغائبين وما هؤلاء الفجار من الجحيم بخارجين ثالثا أبني قيامي أميز مما يلي أعمال الأبرار من أعمال الأبرار الإيمان بالله وهذا صحيح ثم طاعة الوالدين صحيح كذلك تركوا الصلاة هذا لا يجوز فتركوا الصلاة من أعمال الفجار وليس من أعمال الأبرار الانتقام من ضلمني هذا كذلك من أعمال الفجار وليس من أعمال الأبرار حب الخير للآخرين هذا عمل حسن إذن هو من أعمال الأبرار حب الخير للآخرين ثم إتقان العمل وهذا من أعمال الأبرار كذلك ما الذي ينفع الإنسان يوم القيامة؟ هل أبوه أم أمه أم عمله الصالح؟ ويوم القيامة لا ينفعنا إلا أعمالنا الصالحة رابعا أوضف ما استفدته لأعبر شفهيا عن المعنى الإجمال للآيات إذن من خلال هذه الآية فإن الأبرار لفي نعيم إن الأتقياء القائمين بحقوق الله وحقوق عباده لفي نعيم فهم المؤمنون يسنعمون بنعيم الجنة وأما الفجار الذين قسروا في حقوق الله وحقوق عباده لفي جحيم فالفجار مصيرهم نار جهنم هذه النار تحرقهم يوم القيامة يصيبهم لهيبها يوم الجزاء وهؤلاء الفجار كذلك لن يخرجوا من هذا الجحيم وما هم عند عذاب جهنم بغائبين لا بخروج ولا بموت وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما عظمة يوم الحساب ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما عظمة يوم الحساب يوم لا يتملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله فليوم الحساب لا يقدر أحد على نفع أحد والأمر في ذلك اليوم لله وحده الذي لا يغلبه غالب ولا يقهره قاهر ولا ينازعه أحد خامسا أتبث قراءة الآية مرتلة أردد مع مجموعة الآية التي يقرأها الأستاذة والأستاذة أستمع بخشوع إلى قراءة زملاء وزميلات وأصحح الأخطاء تحت إشراف الأستاذة والأستاذة أواصل استماع إلى الآية ممن يحسن القراءة وأردد معه لأقرأها في صلاة هذا من عن طريق الاجتهاد إذن ننتقل إلى الحصة الثانية أولا أقوم وأدعم تعلماتي أستخرج من سورة الانفطار آية لها نفس معنى الآية الكريمة الآتية إن المتقين في جنات ونعيم إذن الآية التي في سورة الانفطار هي إن الأبرار لفي نعيم أبين بما استحق الأبرار دخول الجنة استحق الأبرار دخول الجنة بتقواهم وأعمالهم الصالحة كعبادتهم لله وحده لا شريك له ومساعدتهم الناس وتصديقهم على المحتاجين وإنفاقهم من أموالهم في سبيل الله وفي سبيل الخير أدعو الله بهذا الدعاء القرآني ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سورة الشعراء الآية 87-88-89 استخرج من الآية ما ينفع الإنسان وما لا ينفعه يوم القيامة وما ينفع الإنسان يوم القيامة إلا عملهم الصالح وقلوبهم الطيبة السليمة من كل المكاره والمليئة بمكارم الأخلاق والفضائل الحسنة ولا ينفعه يوم هماله الزائل أو أولاده يتمثل يوم القيامة كل واحد بين يدي الله مع أعماله وأفعاله وأقواله ثانيا أتشبع بقيم الآيات أعبر بأسلوب خاص عما ينفعني يوم القيامة ينفعني يوم القيامة عمل الصالح وما كنت أقوم به في دنياي من خير وفضاء الكريمة في حق الله وحق عباده وعبادة الدائمة لله وحده لا شريك له ثالثا أبادر وأؤثر في محيطي أتعاون على الخير أحرص على أن أشارك مع زملائي وزميلاتي في كل عمل صالح فيه طاعة لربي وهذا من أعمال الخير يعني يجب علي أن أتعاون مع زملائي ونقوم ببعض الأعمال الصالحة والخيرة طاعة لله وطمعا في الجنة بإذن الله رابعا أتهيأ أحفظ الآيات حفظا جيدا وأستظهرها مرتلة على أحد أقاربي وهذا عن طريق الإجتهاد إذن إلى هنا ننهي هذه الحصة وإلى حصة مقبلة بحول الله والسلام عليكم